ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أحوالاً تقع في ذلك اليوم وهو يوم القيامة ربنا قال إذا وقعت الواقع يعني يوم القيامة بقيام الساعة ثم قال ليس لوقعتها كاذبة يعني هذا اليوم سيأتي لا محالة شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه ذكروا ذكر إتيان ذلك اليوم بصيقة الماضي أديدل على تحقيق وقوع ذلك اليوم لأنه أخوانه لسه ما جاء اليوم ذلك ما جاء ربنا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه ربنا قال إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة يعني أنها أي الساعة ستقع لا محالة ويحشر الناس كلهم الأولين والآخرين بين يدي الله تبارك وتعالى ربنا قال خافضة رافعة ولاحظوا يا أخوانه العلماء قالوا لكل جمل شرطية حذف فيها جواب الشرط قالوا ده يفيد ويدل على التشويق لأنه إنت لما تسمع الشرط ويكون الجواب محزوف تزداد شوقا حتى تعرف الجواب إذا وقعت الواقعة البحصة الشنو ما مذكورة ليس لوقعتها كاذبة ما في جواب شرط خافضة رافعة ما في جواب شرط إذا رجت الأرض رجع ما في جواب شرط ده كله يا أخوانه بيخليك إنك شنو تتشوق دار تعرف الحيحصة شنو إذا الحاجات دي وقعت ربنا قال خافضة رافعة أي ذلك اليوم يخفض الله تعالى أقواما ويرفع آخرين يوم القيامة في ناس بيخفضوا بيكونوا تعيد وفي ناس بيرفعوا الناس اللي بيرفعوا ديل ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلمة درجات ديل يا هما اللي ربنا بيرفعهم يوم القيامة الذين آمنوا أولا آمنوا بالله تعالى ربا وردوا به عز وجل إلها وعبدوه وحده ولم يشركوا به شيئا ديل بعدين يوم القيامة فوق راس فوق ودرجات فوق في الجنة نسأل الله يجعلنا منهم ديل الناس آمنوا حققوا الإيمان شرك ما عندهم أي ذول مشرك دا بعدين بيكون تهد شاكد ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك وين أولئك في الأذلين تهد أي ذول يحادد الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام دا بعدين يخفض يوم القيامة يذل ويهان ويكون في عليين ويكون في أسفل سافلين والعياذ بالله شاكد تعمل حسابك أكتر حاجة بترفع لك راسك في الدنيا والآخرة التوحيد والله أكتر شي بيرفع راسك فوق في الدنيا دي إتقال الدنيا دي حق قد منه الله خلقه لمنه الله خلق الدنيا دي للموحدين أخوان المشرك ما عنده حق يشرب كوباية موية لكن عشان تعرف إنه الدنيا دنيا ولا تسوى عند الله شي ولو كانت تسوى عند الله شيئا لما سقى منها كافرا شربة ماء الدليل شنو إنه الدنيا دي مخلوقة للموحدين ربنا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون دي للموحدين ألاحظ الآية دي مؤكدة بلا القسم وقد ولقد كتبنا يعني ده موضوع ربنا كتبه لكن ما بيتحقق إلا إذا وجد ناس مؤمنين بالجد أما ناس عندهم مشكال في الإيمان الوطاة دي ما بتكون حقهم بيكونوا أزلاء في الدنيا دي ما بيلقوا من الدنيا أي حاجة لكن متى من ناس وحدت الله وعمدت الله براه تبارك وتعالى وخلت الشرك وخلت البدع وخلت التفرق فليبشروا أن هذه الدنيا لهم والآخرة عند ربك للمتقين الآخرة ذات بتاعت منه بتاعت الموحدين ما بتاعت المشركين المشركين حرم الله تعالى عليهم الجنة وما هم النار وبئس المصير المنافقين في الدرك الأسفل من النار الكفار خالدين فيها أبدا الآخرة الآخرة ذات للمؤمنين أشكد أخوانا في ذلك اليوم يرفع الله تعالى المؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ربا وبرسوله وملعيكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وشره حققوا الإيمان دا دي المرفوعين فوق الله أما تبعوا هذه الطرق الكتب القاعدة تهدي والكتب دي احنا ما جايبينها عشان الناس يتفرجوا فقط الكتب دي فيها باطل وقاعدين نقرأ منا في كل حلقاتنا وهي ما زالت موجودة قبل يومين مشكان في المعرض بتعالى الخرطوم الدولي الصوفية عندهم قسم كامل في المعرض تلقى كتاب ليك سلام مني موجود رياطة الجنة ونور الدجنة موجود النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية موجود الكتاب كل دراغت دا اندل إنما يدل على شنو ياهوان إنو الناس دي الكتب دي ما له ما نكرنا تب وباقين على تب مية المية باقين على كون يقول الشيخ كان يمشي بين يدي الله تحت العرش فقال لله كذا وقال الله تعالى له كذا الموضوع دا الصوفية ما نكرنه باقين عليه تب يبقى الواجب على الموحدين إنو يبقوا على توحيد تب زي ما نازل باقين على الشرك تب ما يطلق لكم ولا يرجعوا لورا ارفتا واحد رسال لي ما قال كاذبو الغنجر اظن في الفيسبوك ولا شنو ما بعرفه بيتكلم عن الناس الدانين يوحدوا ويقربوا ما بين الصوفية والوهابية زي ما هو بقول وتكلم في الجماعة ديل وقال لهم انتم حقوا تبقوا على سوابتكم تعرف كلامه حق في الموضوع دا الخنجر قال للجماعة انتم ابقوا على سوابتكم انتم مش جدتوا الصوفية ديل عندهم شرك اهي قال لي تغير شنو مش شرك لسه موجود ما لكم جايين ليه طبعا هو طبعا بيكسود داك انصار السنة الجماعة الميتين ديل امواتهم غيروا الاحياء وما يشعرون ايانا يبعثون قال لهم انتم ما قلتوا الصوفية شرك والصوفية بدعة ولا ما قالوا قال لهم اللي تغير شنو الشرك فيه لسه والبدعة لسه فيه اللي تغير شنو ولا انتم اللي تغيرتوا ولا دي السياسة قال لهم قال لهم دي بتكون السياسة كلامه صح ولا ما صح صح عشان تعرف انك لما انت فارق المنهج دا الله بيسلط عليك زول تافه ما عنده اي غيمة يمسح بيك الوطا عرفتها؟ قال لهم ما في تقارب قال لهم والله التقارب دا بس عبارة عن شكليات زي اجتبسها في الكاميرا كده عرفتها؟ ويقعدوا يأكلوا مع بعض شكليات لكن السوفي عقيته في قلبه انت كما شهد اكلت معه كبسة ما اكلت كبسة بست في راسه ما بست في راسه عقيته قاعدة وين؟ قاعدة في قلبه فانت خليك زول عاقل انت قال بيقربك من السوفية شنو؟ انت عندك شا افي الله شك؟ انت عندك شك في دينك؟ شنطفش تقرب عليهم؟ ان الحمد لله ما عندنا شك والله ما نقرب لهم أبدا والله لو ملكوا مشارق الأرض ومغاربها والله ما نقرب للسوفية نهاي والله ألا فليبلغ الحاضر الغيب لأنه نحن ديننا دواسقين منه وما نشك فيه أبدا هم الواجب عليهم يخلوا التصوف ويرجعوا يبقوا مع المسلمين يخلوا الشرك ويرجعوا يبقوا مؤمنين مش نحن نخلي الإيمان ونمشي نبقى مسركين ولا نخلي السنة ونمشي نبقى مبتدعة كلام دا بالعقل ما بيستقيم لكن زي ما قلت لك والله تفارق درب النبي صلى الله عليه وسلم تنزلنا والله في الدنيا دي والله تنزلنا في الدنيا عرفتها ومهما تحاول ترفع رأسك ربنا منزلك تيهيد الآن انتهو صار سنة وينهم أينهم ما في شين ما أبتلقاهم ذاته لو فتشت ما أبتلقاهم لا بدين ما تعرفون ذاته لا بدين وين جحور قاعدين في الجعور تحيت عرفته أي واحدة أكل أقلته ولا بد جوها ما أبتلقاهم ذاته وين حلغاتنا الآن مش كانوا قبل فترة والوزير وقف الحلغات حس الوزيرπά والحلغات اشتغلت أنتوا وين وين محلكم لا في الحاج يوسف فيه لا في المركز فيه لا في بحري فيه لا في مدين ما في في أي محل ما في شين انتهوا ما لهم ما قادرين يعملوا حلقة ما زمان كانوا عملي فيها عملي فيها الناس دعا التوحيد وجاين مدقريننا في السبعتاشر مدقريننا هنا في الحاجوس السوينهم انتهوا ياخدين ما عندهم موضوع ربنا قال خافضة رافعة ده الموضوع فانت تحرس كل الحرص انك تكون من الذين يرفعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة بعد ذلك ربنا قال إذا رجت الأرض رجها هذه الأرض ترجهم القيامة كقولي تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أذقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مذقال ذرة شرا يرى إذا رجت الأرض رجها وبست الجبال بسا الجبال العظيمة الشامخة الراسخة تبس يوم القيامة بست تباثرت فكانت هباء منبساء زي الهباء المنبس الرماد ربنا قال وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة كنتم أزواجا ثلاثة ربنا قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي من هم أصحاب الميمنة وذي يجي ذكرهم ليجي الدام ولعل الوقت ما سيسمح لنا لكن تعرف أنه ربنا ذكرهم في نفس السورة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ذي برضو بيجي ليجي الدام والسابقون السابقون أولئك المقربون بعض العلم قال السابقين من الأمم الماضية لكن الصحيح السابقين من هذه الأمة وأولاهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أنفق أحدنا ملء الأرض ذهبا ما بلغ مدة صحابي ولا نصيفة الصحابة دي ما بتلحقوا أصلا وأي ذو المفكري الحق لا صحابي ده يكون مجنون ساي يعني ده مفكر دار تبقى زي الصحابة في الدرجة أنت تكون فاكة منك بس دي ما بتلحقوا دي الناس حطوا رحالهم في الجنة الآن في الجنة نحن لسه في الدنيا ما عارفين ذاته نمشي وين أسأل الله أنه يرزقنا الجنة دي على السابقين ويخوانا الإنسان دايما يكون سباق للخير زي ما ذكرنا قبل كده هزول يكون سباق للخير وما تكون متكاسل ما تكون متكاسل في فعل الخير كل أفعال الخير بل ذات الدعوة دي الشيطان مرات يصبتك والنفس تصبتك ويجيك واحد صاحب سوء يصبتك يقول لك يا أخي حلقة أخي مارقة للحا يوسف أخذ برنامج طويل يا أخي يجيك الشيطان يقول لك بدل تمشي للحا يوسف أسمع لك شريط للشيخ عبيد الجابري والله العظيم في وهمة زي دي ذاته مارقة اللي يمضي نساء الله العافي طبعا الشيطان ما بي إنتما شايفك زول سلفي وكده مش كده بيعرف يخش عليك يقول لك ما تمشي الحلقة أها سوي شنوية إبليس أنت قاله بيقول لك أمشي أحضر مسلسلة هو عارف المسلسلة ما بتنفع معك يقول لك أحضر شريط لهم لشيخ عبيد الجابري تقول لك أحضر جدا أحسن السوداته أخير طالما في العلماء الكبار فالبي ودينا الحلقة جنو أخير نحنا نأخذ من فوق عرفتها بالطريقة دي بعد شوية بيكفر بالحلقات يكفر بها تب ولقى هؤلاء الحلقات تحت الساكم ما في حاجة يسمع حلقات داين تعارب بيطلع من الاثنين لا بيلقى حلقات ولا بيلقى الشيخ عبيد الجابري والله يطلع من الاثنين عرفتها الحاصل إنت تجي الحلقة وقت الحلقة وقت المشايخ تحضر الدروس أحضر الدروس كله تعمله وقته ما دي كله أعمال خير إنت مات أعمال خير ما ترميلك أعمال خير عشان تمسك أعمال خير تاني كله دي كله أعمال خير عرفتها الحاصل تجي الحلقات تنصر أخوانك حتى لو ما تكلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن جهز غازيا فقد غزى وإن كنا نأمل إنه كل الناس يكونوا دعاة كل الناس يكونوا دعاة القاعدين هنا دي البسس خمسمائة ولا ستمائة نفر أيضوان لو حفز له حديث ومرك في البلد دي والله أبو قرأ تلقى المساجد دي أسكت غليها ساي بس النازي تمرك تتحرك يا أخوانك أحفز حديث عفزته تمام نعم شوف شرح العلماء عرفتها شرح العلماء أيوة اتحرك المساجد دي ما مفتوحة ما تتوهم وتنخضع بالأوراق المعلقين دي ما أوراق ساي لا يجوز التحدث من الكتبة كاتبة صوفي يا غلا يلمشي يمشي العب بغادي شنو لا يجوز التحدث إلا بعد إذن اللجنة ياتو لجنة لجنة بتاعت الساقم أميش طوالي غطي الورقة بيضاهرك واشتغل عمل فيها ما شايف أنظم قل له ولا تشرقوا به شي لما نجيك رئيس اللجنة تكون انت وصلت الرسالة عرفتها ما مرات بيكون ما في بيضربوا له تلفون تعال جاري أسف في جماعة جو لما نركب عربيت ويجي تكون انت كشفت البرعي وجبت المكاشف ولخبطت الجامع فوق جعلت عاليه وسافله عرفتها وقعدت الشغلة تمام بعد رئيس اللجنة يجي ما يجي انت ما عندك معهم شغلة عرفتها الحاصل أميش طوالي شوف لك مسجد ثاني أميش شوف مسجد ثالث مساجد دي مفتوحة يا أخوان ما مكفولة والله والله مفتوحة في كل الأوقات تشتغل مساجد الأسواق بالذات لأنه دي بتلقى فيها كل شرائح المجتمع مسجد السوق بتلقى فيه الدكتور بتلقى فيه الموظف بتلقى فيه المحاسب بتلقى فيه بتاع الكارو بتلقى بتاع الركشة بتلقى بتاع الخدار كلهم بتلقاهم مساجد الأسواق دي ركزوا عليها بين الحق اتكلم بين للناس التوحيد حتى يصلح الله تعالى بك حتى يصلح الله تعالى بك ولئي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واحدين بيخجلوا يخجل من دعوة التوحيد والله يكون جاي من هناك ناو يعمل نصيحة يسلم جاي يسلم جاي يقومي عين ورا انت معين ورا فيشنو يقول العين قدام ارمي قدام يعين ورا يلقى الناس كلهم بعينوا فيه يقول لك يا أخي الله والله الناس دي الما بخلوني كان قمت انت مات عين ورا سلمت جاي جاي ايو طوالي قوم قوم طوالي ما أصو مات عين لي ورا قوم اشتغل طوالي ما تخجل يا أخي يا أخي المشركين ما بيخجلوا في شرك وفي كفر ما بيخجلوا يصطعب الكفر بأعلى أصواتهم انت تخجل من الحق ما تخجل بين الحق للناس ولا تلتفد للمخزلين ولا لغيرهم الايات دي أخوانا طويلة لكن انا شايف انه اخدت زيادة من الزمن اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما نقول ونسمع نقدم منو ضحاوية شكرا